كابينة وزارية مكتملة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أقل من شهرين منذ بداية تكليفه في شهر نيسان الماضي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لحين استكمال التصويت على بقية الوزارات الشاغرة من قبل مجلس النواب التصويت على وزارات النفط والخارجية والهجرة والمهجرين والتجارة والزراعة والعدل والثقافة خلال جلسة مجلس النواب التي حضرها 247 نائبا أعطت صورة واضحة على توحد وإجماع سياسي كبير لإنجاح حكومة الكاظمي في هذه المرحلة الحساسة حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب كما وعدت أبناء البصرة أنه وزير نغطي يكون من دي البصرة وهو من الوزارة السيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزيرا للنفط أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة النفط السيد إحسان عبدالجبار إسماعيل تصويت نعم أغلبية واضح تمت الموافق فضل السيد فؤاد محمد حسين وزيرا للخارجية أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين تصويت نعم الموافقة حاصل البرلمان خول الكاظمي باستحداث وزارة الدولة للمكون التركماني من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة خلال المرحلة المقبلة رئيس الوزراء أكد في تغريدة عقب انتهاء التصويت أن استكمال الكابينة هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بالوعود أمام الشعب العراقي الذي ينتظر الأفعال للأقوال رئيس تيار الحكم السيد عمار الحكيم وصف تصويت مجلس النواب على مرشحي الوزارات المتبقية بأنه إنجاز وطني للسلطتين التشريعية والتنفيذية فيما كانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق وسفيري بريطانيا وإيران أولى المهنئين باكتمال الحكومة ومع اكتمال الكابينة الوزارية بعد طول انتظار وسط صراعات واختلافات حزبية وسياسية ورفض الكتل لتمرير المكلفين السابقين فإن الشعب يبقى مترقبا لتحقيق مطالبه التي نادى بها منذ زمن رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يشهدها البلد